طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمة ومتابعة الحلقة من أولها لآخرها وننشر الحلقة على أوسع نطاق ممكن ماذا يحدث في السعودية؟ إيه القرارات الجديدة اللي تم اتخاذها من يومين ولها صدى كبير جدا طبعا تحليل الأحداث في السعودية وفي غيرها من قصين أرض الحجاز وفي غيرها من أماكن على الأقل عندنا في القناة لا يتم إلا من منظور حديث آخر الزمان فلو أنت معتقد وداخل معنا الأول مرة في القناة وانفكر أن نقولك تحليلات سياسية باهتة بعيدة عن الواقع فتوفر على نفسك لن تسمع أي تحليلات سياسية إيه اللي حصل في السعودية؟ تعالوا قبل ما نقول القرارات اللي تم اتخاذها ومعظمكم عارفينها نلفت نظر الناس لحاجة مهمة جدا الملك سلمان محور الأحداث اللي بتنطبق عليه بنسبة كبيرة جدا الأحاديث اللي بتتكلم عن موت خليفة واقتتال أمراء من بعده وظهور الإمام المهدي وبيتزامن ذلك في إجمال الأحاديث مع علامات يعني كثيرة تؤكد أن الشخص الذي أخبر أو أخبرت عنه الروايات هو الملك سلمان والعلم عند الله وحده فلذلك الملك سلمان وصحة الملك سلمان وظهور الملك سلمان محل يعني تركيز كبير جدا من الناس اللي مستنية إن حديث آخر الزمان تتحقى وتنطبق كل ده علشان خاطر يظهر الإمام المهدي مش عشان إن الناس بتتمنى موت الملك سلمان أو غيره ده للتوضيح الفترة الأخيرة اختفى الملك سلمان وانا ما بكلمك في الفترة الأخيرة هديك توقيتات زمانية محددة عندما اختفى الملك سلمان قبل موسم الحج ولم يظهر في رمضان إلا بصور والناس شككت في هذه الصور ثم جاء موسم الحج معلش اسمع معي المقدمة ديت عشان هي مش مقدمة هي توضيح لتسلسل الأحداث والناس كلها بتسأل عن الملك سلمان ولا يظهر الملك سلمان ولا يوجد أي صور ولا مقاطع للملك سلمان لغاية ما ظهر علينا الملك سلمان في موسم الحج في خطاب أثار جدل كبير جدا بين الناس واحد منظره يعني مجهد وتعبان جدا وصوته وباين عليه أنه هو يعني متعب للغاية رجل اللي أي حد يشوفه مؤيد أو معارض يقولك أن الراجل ده في أنفاسه الأخيرة كما تظهر هذه الصورة أمامنا وبتبين لنا الخطاب اللي كان بيلقيه وركز قوي واعمل زوم على الملك سلمان وهتلاقي أن فيه تعب وإعياء شديد جدا ثم بعد ذلك يختفي الملك سلمان ولا يظهر ويظهر قليل جدا والمناسبات بيتصدى لها ولي العهد وبيتكلموا أن صحة الملك سلمان يعني ما تسعدوش أن هو يروح ويجي وولي العهد بيقوم بالدور مكانه لغاية كده الموضوع ماشي كما يظهر بطريقة طبيعية إلى أن ظهر الملك سلمان بيستقبل ملك البحرين في صور وفي مقاطع تم بثها في التلفزيون الرسمي السعودي وكان الملاحظة المهمة جدا أن يظهر أن الملك سلمان إما تركز على وشه زي ما بيظهر في الصورة وجهه نظر وجهه نظر مش وجهه واحد عنده فوق التسعين سنة وراجل صحته تعبانة يعني كما يعني يظهر أمامنا على الشاشة والحكم ليكم أنت وبعديها بأيام يحصل التعديل الوزاري ويوضع محمد بن سلمان ولي العهد على رأس الترتيب الوزاري أنه رئيسا للوزراء واللي ما يعرفش أن السعودية عندها الدستور الملكي أو الديوان الملكي بتاعها بيقول أن الملك سلمان الملك بتاع البلاد هو رئيس الوزراء على طول بطريقة مباشرة أوتوماتيك ونقل الصلاحيات كاملة لمحمد بن سلمان إذن بالنص القانون الملكي الجديد الأصدره الملك سلمان أصبح ولي العهد هو ملك السعودية فعليا طيب التطور ده نفهم منه إيه إزاي بعد ما كانت الأمور كلها ماشية في اتجاه أن الملك صحته تعبانة وإن الملك خلاص بيحتضر وبيموت على فجأة وده اللي دل عليه زي ما بأكد الخطاب اللي ألقاه بمناسبة الحج ونجح موسم الحج وكان خلاص الجميع قال أنه هو بيموت أنه هو بيخلص يختفي ثم يظهر بعد ذلك بوجه نظر ووجه واحد استحالة يكون وجه واحد عنده تسعين سنة وصحته تعبانة فضلا عن يعني أن صحته تعبانة ويحصل التعديل الوزاري ويبقى محمد بن سلمان رئيسا للوزراء القرار ده أنا أشوفه من زاوية أعتقد أنها مختلفة عن الجميع أن بدأ يبقى فيه سيناريو جديد إيه السيناريو الجديد؟ تأجيل تنصيب محمد بن سلمان ملك واستمرار واستمرار الدور الفعلي بتاعه أنه هو الملك الفعلي للبلاد طيب واحد يقول لي هو لو مات الملك سلمان مباشرة مباشرة هيبقى محمد بن سلمان هو الملك فأرد عليك وأقول لك أن فيه أمور كتير بتجري وراء السطر ومحدش عارف معناها إيه ويعني ركز أو معاه في الكلام هتفهم أنا عايز أقصد إيه وكلامي ماشي في آني اتجاه في حد بيحرك الأحداث بعيد عن ولي العهد في حد بيوجه ولي العهد للسيناريو اللي ماشي دلوقتي تأجيل إعلان الملك محمد بن سلمان ملكا للبلاد تأجيل هذا الخبر والاستمرار على الكتالوجي الأديم أن الملك سلمان موجود وبيصدر قرارات وأن هو بصحة جيدة وأن يعني كل الأمور بتتم بإشراف الملك سلمان السيناريو ده في حد بيوجه وأكرر ولي العهد لهذا السيناريو اللعب لعب تقيل جدا من وجهة نظري ومش هتسمع هذا الكلام في أي مكان آخر إن اللي بيحصل دلوقتي إن المخابرات التي تبحث عن المهدي هي هي نفس المخابرات بالاستعانة بأجهزة أخرى بدأت إن هي تلفت نظر ولي العهد الجميع مستني موت الملك سلمان علشان يحصل الاقتتال والظروف مش مساعدة كمان معاك لأن انت فعلت الكثير بعمامك وأبناء عمامك فيؤجل هذا الأمر وما تنسوش كمان بالتحليل العميق للموضوع ده إن أحمد ابن عبد العزيز غير موجود تماما في التشكيل الوزاري ومعه آخرين تعرف إن اقتتال الثلاثة أمراء مين هم الثلاثة أمراء عايز تعرف مين هم اللي خارج التشكيل الوزاري أي حد من العيلة الحاكمة الملكة خارج التشكيل الوزاري يعرف إنه هو من ضمن الأمراء اللي هيتم الاقتتال فيما بي لأن ده بيعكس بصورة كبيرة جدا حجم الخلاف وحجم الاستقطاب اللي داير دلوقتي في داخل الأسرة الحاكمة وهذه الأجواء أيها الأحباب هي أجواء ما قبل المهدي شاء من شاء وأبى من أبى والأجواء اللي هتمهد للاقتتال وذهب ملك السنين اللي هم عايشين فيه والدخول في ملك الشهور ومن ثم ملك الليالي يبايع رجل في أول النهار ويخلع في آخر الليلة الأجواء مشيه في هذا الاتجاه ناهيك عن الأحداث اللي عايزة حلقة مستقلة مؤخرا وفي الحقيقة والله أنا بترسل إلي مقاطع لا أستطيع أن أنا أنشرها عن اللي بيحصل داخل المملكة السعودية من خراب كبير جدا بين قسين خراب يسرب وهحاول أعمل لكم حلقة وأعرض لكم يعني بعض من المشاهد مش كل المشاهد لأن فيه مشاهد مش هينفع إن إحنا للزوق العام ولأحكام الدين قبل الزوق العام ما نقدرش إن إحنا نعرضها على الناس لأن اللي بيتفرج علينا رجال ونساء وكل الطبقات الفكرية فما نقدرش نحن نؤذي أنظارهم بهذه المشاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا يعني كانت هذه إطلالة سريعة وتحليل سريع للأمور أحب على خاصلك الكلام الحلقة في كلمتين توقعي إن المشهد اللي انتوا شايفينه ده هيستمر شوية كمان إيه هو المشهد؟ إن الملك سلمان موجود وإن فعليا اللي بيحكم البلاد رسميا هو ولي العهد لأن في أوروبا مش بيعترفوا بموضوع ولي العهد كل ما تحصل مناسبة يقولوا إحنا ما نعرفش منصب ولي العهد عشان كده بقى منصب رسمي عشان يعرف يديروا الأمور تماما خارجيا وداخليا مش عايزة طاول عليكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل يعني ممكن بإذن الله نعمل حلقة بس مباشر إن أمكن وهنأكد عليكم يعني بعد قليل إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر